اشتركوا في القناة في زمن اشتدت فيه الازمات الانسانية وتسعت فيه رقعة المتضررين من ويلاتها ومصاعبها تعد شريحة الايتام عنصرا اساسيا في دوامة هذه النزاعات ولدراسة الابعاد الشاملة وضوابط التعامل مع الايتام في مناطق الصراعات نظمت الصناديق الانسانية لمنظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية وجمعية السنابل لرعاية الايتام وشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤتمرا دوليا في مجال رعاية الايتام تستضيفه مملكة البحرين للمرة الاولى بحضور خبراء وامتخصصين من الدول العربية والاسلامية واحتفل المؤتمر بتكريم جلالة الملك المفدة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية بجائزة الريادة في مجال رعاية الايتام بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لدور جلالته في مجالات رعاية الايتام في البحرين وخارجها لا شك أن رعاية جالة الملك حفظه الله الرعاية الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية منذ تأسست عام 2001 حتى يومنا هذا قدمت الكثير من الخدمات للفئات المستحقة للمساعدة في مملكة البحرين فهو حقيقة جالة الملك هو الأب الروحي نقول للعمل الخيري في هذه المملكة ويتناول المؤتمر العديد من القضايا ذات الصلة بمجالات رعاية الايتام عبر أوراق عمل عملية يقدمها متحدثون ومتخصصون من مختلف دول العالم العربي والإسلامي أهمية كبيرة لرعاية الايتام على مستوى العالم خاصة في مثل هذا الزمن التي كثرت فيه الحروب والكوارث الهدف من هذا الملتقى أن يلتقي أصحاب الاختصاص في مكان واحد يتحاورون، يتناقشون، يجادل حلول المتميزة وكذلك إطلاق أفكار جديدة بداعية لبناء كيانات علمية لتنمية هؤلاء الايتام أكثر فقط من إطعامهم وكفالاتهم هي تلغاية الإنسانية تركيها أس سنة 92 ومن بداية تأسيسها كانت محتمة بالأمر الايتام نعمل في شتة البلاد العالم لكفالة الايتام ورعاية الايتام وأتوقع وأكبر مشكلة للعالم الإسلامي هو الترك للأيتام وشؤونهم للنآخرين فينبغي نحن كرعاة زي دول بما نستطيع مفروض نتكافل للأيتام ويحضى المؤتمر الأول من نوعه بمتابعة حثيثة من قبل العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية التي حرصت على الاستفادة من التجارب الريادية التي تقدمها مملكة البحرين في العمل الإنساني والإغاثي بالإضافة لتجارب الدولية الناجحة فضلا عن تعزيز دور الشراكات وتنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية والوطنية من أجل تحسين برامج رعاية الايتام خبرات خليجية ودولية اجتمعت هنا في مملكة البحرين لمناقشة قضايا بالغة الأهمية تتعلق برعاية الأيتام في عصر اشتدت فيه الكوارث والأزمات لتلفزيون البحرين أحمد البلوشي ترجمة نانسي قنقر